محمد الرحيم اهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة اقول لحضراتكم كل اللي حصل طول اليوم ليه الدهب رجع يرتفع تاني وهل ده شيء كويس ولا وحش وهل هينخفض ولا لا وهقول لحضراتكم كمان بالتصريحات بتاعة الفيدرال الامريكي عملت ايه في الدهب دلوقتي وكمان في نهاية الحلقة عندي لحضراتكم خبر حلو جدا جدا لكل اشترى دهب سبايك او جنيهات دهب بسعر مرتفع او بمستويات مرتفعة اقول لحضراتكم الكلام ده دلوقتي حالا ولكن ياريت لو حضراتكم مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد اول حاجة لازم تكون عارف انه نهاردة الصبح الدهب ارتفع مرتين اول حاجة سجل 2220 جنيه للجرام وبعد كده بدأ يعلى لحد ما وصل لحد الساعة خمسة مساء ل2340 جنيه لعيار الواحد وعشرين طيب هل ده طبيعي؟ هقول لحضرتك شيء طبيعي جدا جدا بعد قرار البنك المركزي المصري مبارح بتثبيت اسعار الفايدة زي مقلت لحضراتكم في الحلقة الماضية كان من الطبيعي انه الدهب يرتفع شوية او يعلى حبتين طيب دلوقتي بقى ايه اللي خلت دهب انخفض تاني دلوقتي؟ هقول لحضرتك تصريحات الفيدرالي الامريكي طبعا خلت الدهب يرجع ينقفض تاني حوالي 60 جنيه ل80 جنيه على اختلاف الاعيرة ايه اللي قاله جيرون باول؟ الضبط في التصريحات بتاعته ويا ترى ايه تأثير التصريحات دي على الدهب في الايام القادمة؟ الناس اللي معاها دهب واشترت بالغالي هل يلحق بسرعي يبيع الدهب ولا يفرحوا للي حصل وانه الدهب في الفترات القادمة هيزيد بصورة مرتفعة جدا جدا هقول لحضرتك ان جيرون باول قال انه في الايام القادمة مستمرون في رفع اسعار الفايدة ده معنى الكلام هقول لحضرتك لانه الكلام اللي قايله كتير جدا والبيان كبير جدا معناه كده والمعنى التاني انه التضخم المرتفع يسبب مشقة كبيرة جدا للعالم كله هو عايز ينزل باسعار الفايدة وشايف انه الطريقة الوحيدة اللي هو يوصل للمستهدف بتاعه ملتزمون بشدة لاعادة التضخم نحو المستهدف 2% احنا عارفين انه هو كان عنده 8% بدأ يرفع اسعار الفايدة في اكتر من اجتماع وصل ل 6% ودلوقتي عامل لنفسه مستهدف 2% وشايف انه الطريق الوحيد لده هو رفع اسعار الفايدة وطبعا كلنا عارفين انه رفع اسعار الفايدة معناه انخفاض الدهب عالميا وقال انه النظام المصرفي اللي عنده قوي ومرن ومستمرون في سياساتنا النقدية اللي هي بتتمثل في رفع اسعار الفايدة وبالمناسبة سياسته في رفع اسعار الفايدة تسببت قبل كده في افلاس 3 بنوك عالميين وطبعا كلنا سمعنا الحكاية دي وكان متهم قدام الكونجرس الامريكي انه هو السبب في سياساته النقدية وانه البنوك ما ادرتش تتحمل سياسة رفع الفايدة وما كانش قادرة توفي بالتزاماتها وهو التهمهم هما بالفشل في سياساتهم وطريقتهم في التعامل في القطاع المصرفي ولكن كالعادة الراجل ده لا يبالي الاقتصادات العالم واللي بتعاني كلها يوم بعد يوم بسبب تصريحاته وسياساته في القطاع المصرفي وبكل اسف كل ما يرفع الفايدة يضرب اقتصادات الدول مش بس الدهب كمان كل اقتصادات الدول بتعاني بسبب رفعه الاسعار الفايدة كل يوم عايز يدي للمؤشر الامريكي او مؤشر الدولار الامريكي قوة لكنها للأسف قوة وهمية والدهب بالأسف بينخفض وطبعا تصريحاته دي يعني هتتسبب في انخفاض الدهب في الايام اللي جاية زيادة لانه ده معناه انه هيرفع اسعار الفايدة تاني في الاجتماعات المقبلة او كام اجتماع اللي كانوا لسه موجودين في السنة ولكن بعض المحللين وبعد ما هو قال الكلام ده قالوا انه اكتر شيء هو يقدر يعمله انه يعمل كده في اجتماع واحد او الاجتماع القادم فقط لكن في بقية الاجتماع هو مضطر انه يسبب اسعار الفايدة بل بالعكس ممكن يخفضها كمان لانه عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في السقف الدين الامريكي وانه الكونجرس الامريكي مش موافق على طلبه بتخفيض قيمة الدين الامريكي يعني عالميا الدهب ينخفض في الايام القادمة طيب محليا هيرتفع ولا هينخفض هقول لحضرتك بمنطه الصراحة عندنا في مصر الموضوع مختلف تماما تماما ولكن في الايام القادمة ممكن نشوف ارتفاع في اسعار الدهب بسبب بسيط جدا جدا الناس دلوقتي شايفاها فرصة كبيرة جدا للشراء والموضوع عندنا احنا قلنا مرتبط بالدولار ومرتبط بحاجة تانية اللي هي العرض والطلب الدولار بينخفض في السوق السوداء معنا كده الدهب ممكن ينخفض فمعدلات الشراء هتبقى كتيرة جدا جدا على مدار الساعة الوحدة عندنا 43 صفقة شراء وصاد 7 صفقات بيع وده بصراحة شيء محترم جدا جدا معناه ان الناس بدأت تغير من صقفتها وانهم يفهموا انه الصحي انه يشتري وقت اللي انخفاض وما يبيعش وقت اللي انخفاض وهي دي استراتيجية المكسب وتحقيق الارباح وجاني الارباح طيب هل استثمر دلوقتي او اشتري دلوقتي ولا هيوصل ل 1700 جنيه هقول لحضرتك هو الشراء الكتير او التكاتف على الشراء او قوة الطلب الكبيرة جدا بتخلي الدهب بصراحة بيرتفع يعني لو حضرتك حابب انه تشتري ما تنتظرش ابدا انه يوصل ل 1700 جنيه اقصى شيء ممكن يوصل له الدهب 2000 جنيه لانه هو ده تكلفة المنتج على السايع او على تجار الدهب تبيع لحضرتك الدهب باقل من قيمته الفعلية او باقل من قيمة تكلفة المنتج طيب هيوصل لمستويات كام زي ما قلت لحضرتكم ممكن يعليج من جنيه وينزل من جنيه عمره ما هيكون اكتر من كده هيوصل للمستويات دي وممكن يوقف بعدها لو شفنا سبات بعدها هنشوف انفجار في الاسعار والاسعار هتزيد وهتعلى ولكن في هنا بقى معلومة لازم حضرتك تكون عارفها بتنعرفين انه رئيس شعبة الدهب كان تقدم بطلب قبل كده علشان خاطر عايز انه يتم فرض رسوم اضافية جديدة على السبائق والجنيهات الدهبية المصريين بقى عندهم ثقافة انهم يشتروا الجنيه الدهب والسبيكة الدهب وبدأوا يعرفوا خلاص ايه المغلف وايه اللي مش مغلف والسبيكة كم جرام والسبيكة 24 صافي ونوع الدهب ايه والكلام ده كله ده طبعا خلى انه الاقبال على المشغولات الزهبية اللي هي الغويشة السلسلة الانسية لكل الحاجات دي كل كل الكلام ده بيخلى الاقبال على الحاجات دي قلي جدا وكمية بيع الحاجات دي بقى ضعيفة جدا المصانع اللي بتشتغل في ده قالوا انها توقفت بنسبة 40% ورايحة ناحية التوقف تماما فكانوا عايزين ينشطوا قصة بيع المشغولات الزهبية فالناس اللي كانت بتلجأ للسبيكة والجنيل الدهب علشان خاطر انه السبيكة والجنيل الدهب المصنعية عليهم قليلة حضرتك مش بتدفع 150 جنيه ومتين جنيه والكلام ده كله وكمان لما بترجع السبيكة لو كانت مغلفة او الجنيل الدهب مغلف حضرتك بتسترد كيمة كاشبك حلوة جدا ده ده اوفر مش موجود في المشغولات الزهبية فمن للأسف من يوم الاحد القادم اللي هو بداية تسعير الدهب هيتم رفع قيمة المصنعية على السبائك والجنيهات الدهب يعني تقريبا هتلاقي الموضوع بدأ يقرب من بعضه وبدأوا اللي اتنين يبقوا زي بعض بس ايه بقى هنا الخبر الحلو بصراحة للناس كلها اللي معاها كتير مننا جدا اللي استثمر في صورة الدهب او كان عنده اضخار في الدهب كان بيشتري السبيكة والجنيل الدهب كده السبيكة والجنيهات الدهب اللي مع حضرتك المصنعية عليهم علية وقيمتهم علية بنفس قيمة رفع الاسعار او رفع فرض الرسوم بمعنى انه انا لو عايز ابيع دلوقتي هبيع وهعوض خسارتي ولكن لسه بقول لحضرتك فيه مكاسب تانية كتيرة جدا وزي ما قلت قبل كده الاستراتيجية اللي هي اللي كانت في الفيديو اللي فات ممكن حضرتكو ترجعوله مهم جدا جدا هيفاهم حضرتكو استراتيجية ان حضرتك تكسب مش تخسر وكمان تعود خسارتك وتجني ارباح كويسة وانت اللي تاخد دور السايغ اللي بيدحك على حضرتك طيب اعمل ايه اتبعش الدهب اللي مع حضرتك اطلاقا دلوقتي زي ما قلت في الفيديو اللي فات ارجعولي يا جماعة الفيديو ده مهم جدا 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 حضرتك دلوقتي وقت مناسب للشراء وليس للبيع اللي معاه دهب ما يستغناش عنه انا بس حبيت اقول لحضرتكو الخبر ده لانه هيصب في مصلحة الناس اللي معاها جنيهات دهب وسبايج دهب بالضبط زي ما يكون حضرتك معايا الجرام الدهب كنت شاريب 1000 جنيه بقى 2000 جنيه حضرتك الدهب اللي معاك بقى قيمته 1000 جنيه لو حضرتك معاك دولار كنت شاريب 20 جنيه بقى 40 جنيه بقى قيمته تساور 40 جنيه برضو هي نفس القصة كده السابيكة اول جنيه اللي مع حضرتك بدأ يغلى وهو معاك احتفظ بيه لسه هتحقق من وراء ارباح كتيرة جدا ما تقلقوش قرارات الفيدرال الامريكي حتى لو كان فيها انخفاض دلوقتي في نهايات العام هنشوف ارتفاع كبير لانه عنده ازمة كبيرة جدا ومضطر انه يسبت اسعار الفايدة او يخفضها ساعتها هنشوف الدهب رايح لمستويات تانية خالص هنهدى وهنصبر وان شاء الله في الايام اللي جاية او ممكن تكون شهور هنصبر شوية وان شاء الله ممكن تكون شهور وانحقق ارباح كويسة جدا 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 مع حضرتكو يوم بيوم بنقولكو كل اللي بيحصل بالزبط وايه اللي بيحصل في سوق الدهب بتمنى من حضرتكو لو استفدتوا بمعلومة واحدة من الفيديو ياريت اضغطوا لايك للفيديو واشوفكو في فيديو جديد وخبر جديد في امان الله